وحول هذا الموضوع معنا عبر ستلايت من الرياضة المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ثبت بالأدلة القاطعة دعم قطر لجماعة إرهابية وأفراد متورطين بالإرهاب دون مراعاة للمبادئ التي قام عليها مجلس التعاون وحتى مبادئ حسن الجوار ولم تستجب لكل الدعوات لتصحيح سلوكها خاصة بشأن تدخلها في شؤون السعودية والبحرين أستاذ سالم إلى ماذا سعت قطر من خلال دورها غير الأخلاقي بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أخي الكريم وحيي سيدات والسادة المشاهدين في الحقيقة ما قلته هو أصبح حقيقة واقعة ومؤلمة لنا في مجلس التعاون مؤلمة للقيادات مؤلمة للدول مؤلمة للوحدة الخليجية مؤلمة لمسيرة مجلس التعاون مؤلمة لكل هذه الجهود التي اعتقدنا أنه بعد 40 عام من مسيرة المجلس وبعد التزامات وبعد تعاهدات من الجانب القطري في 2014 الأمور تعود إلى مربع الصفر للأسف ونجد هناك خذلان حقيقي وخيبة أمل هي التي دفعت في رأي القيادة في المملكة العربية السعودية مملكة البحرين والأشقاء في الإمارات وفي جمهورية مصر العربية ومن تبعهم من الدول التي أعلنت عن مواقف حقيقة رافضة لهذا السلوك لهذه الظاهرة لهذا التصرف الغير منطقي والغير مفيد لأحد ويضار للأسف بالجميع كل هذه حقيقة تؤكد أننا أمام حالة حقيقة غير مسموقة في السياسة الخليجية اليوم أهل الخليج اجتمعوا وعرفوا أنهم يعزمون بجد وبيحزم وبيعزم على مكافحة الإرهاب على تخليص أنفسهم قبل غيرهم من هذا الوباء الذي موجه لهم والذي حقيقة مثل خيبة أمل كبيرة لا أستطيع أن أصفها بأكبر من هذا هي خيبة أمل كبيرة للأسف حلت على جميع دول المنطقة نأمل أن تجد حقيقة بحكمة قياداتنا بحكمة الأصدقاء بحكمة المجتمع الدولي محاولة إعادة السياسة القطرية إلى نصابها إذا كان هناك بقي كثيرا من الوقت وكثيرا من التزام الضامن الذي يضمن أمن خليجنا ويضمن أمن جوارنا العربي ويضمن أمن العالم السلوك السياسي السلبي القطري أصبح مهدد اليوم يعني للجميع ليس لنا فقط إنما للجميع ولكن نحن أهل الدار ومن حقنا الدفاع عن وجودنا الدفاع عن مستقبلنا الدفاع عن دولنا الدفاع عن مسيرتنا السياسية والاقتصادية والعسكرية من حقنا تقوية لحمتنا أمام القوى الطامعة والطامحة المحيطة بنا ولن يسمح ولا يعني يقبل هذا الأمر من الجانب القطري ولن يستمر لذلك يعني من المفيد ومن المهم الذي نمسناه خلال الأيام الستة الماضية أن الأصوات الدولية في الحقيقة يعني تنسجم وتتناغم وتدعم الدور الذي أخذته المملكة وشقيقاتها في الدفاع عن نفسها وفي مستقبلها وفي سلامتها نعم أستاذ سالم بشأن سياسة الازدواجية التي تبعتها سلطات الدوحة خاصة فيما يتعلق بإيران الراعي الأول للإرهاب ما هي دلالات إصرار الدوحة على تنمية العلاقات مع إيران برغم أطماعها في المنطقة ورعايتها للإرهاب كثير من المراقبين وخلال الفترة الماضية للأسف يعني بحثوا لهذا السؤال هذا السؤال جوهري بحثوا هذا السؤال وحاولوا أن يجدوا فائدة تعود على صانع السياسة في قطر حاولوا أن يجدوا فائدة واحدة تعود على الإنسان القطري حاولوا أن يجدوا فائدة واحدة تعود على المجتمع القطري على الدولة القطرية وللأسف لم يجدوا ما تمارسه قطر حقيقة منذ 1995 ومسؤول عنه شخصيات معروفة لم يعد هذا سرا يعني هي سياسات حقيقة كما أنت قلت في سؤالك يعني هي سياسات مرتبكة مزدوجة يعتقدون أنه من خلال هذه المسارات الغير مقبولة والمرفوضة خليجيا وعربيا ودوليا أنهم يستطيعون تثبيت وجودهم وغاب عن صانع السياسة القطرية للأسف أن تثبيت الوجود هو بالسلوك الحسن بتعزيز الروابط بتنمية المصالح تقوية وشائج الأخوة ولكن للأسف للأسف هناك خطأ حقيقي ارتكبته القيادة القطرية واعتقدت أنها من خلال هذه السلوكيات توجد لنفسها مناخا خاصا مكانا خاصا دورا خاصا حتى أصبح الظاهرة يعني هناك من كتب في الفترة الأقيرة عن ظاهرة السلوك السياسي القطري السلبي للأسف وكننا نتمنى أن يكون إيجابيا ولكن حقيقة كل هذا التنادي العربي والإسلامي والدولي اليوم هو ليقول لهذه الاسدواجية يكفي إذن قطع العلاقات هو نتيجة لممارسة الدوحة وسلوكها الساعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة أستاذ سالم ما هو المطلوب من قطر خاصة بعد الإعلان عن قائمة الإرهاب المتطر المرتبطة بها يعني في الحقيقة الجانب الخليجي المملكة مملكة البحرين الشقاف الإمارات الشقاف جمهورية مصر العربية وضعوا قبل نشوء هذه الأزمة وهذه أمور مؤكدة وضعوا يعني كثير من الملفات كثير من الطلبات كثير من الرؤح يعني المحيطة أو التي يتمنون أن ينهجها صانع السياسة في الدوحة وكان هناك دائما للأسف يعني وعود وكان هناك دائما يعني مراوغات ونرى اليوم بعد أن حدثت هذه المقاطعة أعيد تأكيد هذه المطلبات جوهر هذه الطلبات ما يمكن أن نقوله للناس وببساطة هو دعوة الأشقال قطريين للتخلي عن كل السلوكيات التي تدفع إلى الإرهاب كل السلوكيات التي تهدد أمن المجتمعات الخليجية المجتمعات العربية السلوكيات التي تدعم الإرهاب أشخاص وجماعات وهناك أيضا نقطة مهمة جدا وهي الارتباط بالأطراف المعزولة ولعلني أشير هنا صراحة إلى إيران هذا سلوك غير مقبول حقيقة للجانب القطري الذهاب إلى الجانب القطري الإيراني هو ركوب العربة الخطأ ولن يصل بالأشقاء القطريين إلى أي مكان يرجونه العربة الصحيحة المكان الصحيح اللحمة الصحيحة هي العودة للمجتمع الخليجي لمجلس التعاون للجامعة العربية للرؤية الدولية الطلبات أصبحت واضحة المؤسف أخي الكريم معبر الأذرع الإعلامية للأشقاء في قطر أننا نسمع للأسف إلى اليوم هناك تبريرات ويعني مراوغات ونسمع كثيرا من السجالات التي تراوغ وتذهب بالحقيقة بعيدا ولا تستطيع أن ترد بشيء منطقي بشيء حقيقي رغم أن الأشقاء العرب وقدموا الكثير من الملفات الكثير من الدعاوة الكثير من الإثباتات وهذه الإثباتات للأسف ليست وليدة اللعظة هذه وليدة عقود من الزمن يعني صبر عليها وتصابرت القيادات الخليجية وصبر الأشقاء أملا في تحسن هذا السلوك ولكن مع تنامي هذه الظاهرة مع استمراء صانع السياسة في قطر لهذا السلوك ظهر ما نراه اليوم للأسف يعني ولا يوجد لا يوجد أي تبرير منطقي حقيقي مقنع للجانب القطري إلى الآن نعم أستاذ سالم ما هي دلالات التوجهات التي صدرت من البحرين والسعودية والإمارات لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة تجاه شعب قطر يعني دعني أقول بحقيقة وأنا أعرف الكثيرين من الأشقاء والأقارب والمعارف في الجانبين حقيقة أو في كل الجوانب تقريبا يعني أن هذه الإجراءات حقيقة هي مثمنة للقيادات الخليجية للمملكة ومملكة البحرين وللإمارات مثمنة جدا وينظر لها يعني ببعدها الإنساني وببعدها يعني الكريم في الحقيقة خاصة أنها راعت هذه الاتصالات وبشكل واضح ووضعت لها يعني آليات واضحة تنفذ في الحال ودعني أقول وأنا يعني قريب من يعني مسارات صناعة السياسة في الخليج على الأقل من الناحية البحثية أن صانع السياسة في المنطقة الخليجية القيادات في دول مجلس التعاون يعني هناك ثقة مطلقة لدى الإنسان الخليجي أن سياسات هذه القيادات لا تذهب للتأثير أو لقطع أرزاق المواطنين أو للتأثير سلبيا عليهم هي دائما في مصلحتهم وهذا يعني من الأشياء التي حقيقة كلنا نفخر فيها من قياداتنا أعيد وأكرر هذه السلوكيات سلوكيات مثمنة وتؤكد أن هدف دول مجلس التعاون التي تقف في وجه الدوحة اليوم ليست تأثير على الإشيقاء في قطر وكل البيانات حقيقة حملت كثير من الألفاظ ومن الدلالات ومن الرموز التي تؤكد أن الإنسان القطري محل عناية واهتمام ورعاية هذه القيادات إنما يبقى جزء يجب أن يكون واضح وهو أن كل تصرفات هذه الدول هو لتغيير السياسة وليس كل السياسة القطرية إنما السياسة السلبية التي أشير إليها وأثبتت بالملفات وبالقرائن ختاما يعني أنا أقول في هذه النقطة حقيقة أن كثير من العوائل كثيرا من الأفراد كثيرا من الأسر في قطر وفي منطقتنا كلها تثمن للقيادة الخليجية هذا العمل نعم المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا